موسيقى بدأت روسيا تقرأ طبول الحرب من جديد الوجهة المقبلة هي مناطق تواجد هيئة تحرير الشام موسيقى روسيا المتذرعة بمحاربة الارهاب في سوريا لاضفاء شرعية على تدخلها العسكري صرح وزير خارجيتها سيرجي لافروف بان المهمة الرئيسية لمحاربة الارهاب في سوريا الان هي دحر تنظيم جبهة النصرة مؤكدا ان القوات الجوية الروسية تدعم قوات الاسد ومن يحالفها من الميليشيات في معاركها الحالية في رفحما الشرقي وحلب الجنوبي تصريحات لافروفا كدها رئيس الاركان العام للجيش الروسي فاليري جرازيموف الذي قال ان مهمة قوته في عام 2018 هي القضاء على هيئة تحرير الشام او النصر سابقا مبررا ذلك بان تحرير الشام ترفض وقف الاعمال القتالية والالتزام بمناطق خفض تصعيد التصريحة الروسية تكشف رغبة موسكو بحل الازمة في سوريا على طريقتها بما يفضي الى القبول ببشار الاسد وتخلص من اي معارضة عسكرية كانت سياسية ترفض فكرة بقائه في الحكم وعلى الرغم من ان محافظة ادلب تقع ضمن مناطق خفض التصعيد المتفق عليها في محادثات اسنة الا ان المعطيات العسكرية على الارض تشير الى نية روسيا وحلفائها تحقيق مكاسب على الارض في ادلب احدى اقوى معاقل المعارضة السورية المعارك في رفحام الشرقي وحلب الجنوبي تتزامن مع معلومات اعكدتها مصادر في الجيش الحر عن استقدام قوات الاسد والميليشيات الموالية تعزيزات عسكرية الى خمسة مواقع في ريف الاذقية كتحضير لبدء معارك في جبهة الساحل ضد فصائل الثوار التي لا زالت تستر على مناطق بريف الاذقية قرب الحدود التركية الانتهاء من معارك تنظيم الدولة في البادية السورية والمنطقة الشرقية والتذرع بوجود تنظيم القاعدة في المناطق المحررة يبدو انه فتح شهية روسيا وقوات النظام على الشيح الشمال المحرر في محاولة لفرض امر واقع على الجميع يقل اسد ونظامه حسب ما يرى خبراء عسكريون